أنه على المستوى الداخلي حقيقة يجب أن نكون منصفين وأننا نحن الذين جئنا مشردين ولاجئين وهاربين وبعضنا فار من الموت وبعضنا جاء ليقاوم الطغيان وغيره وجدنا على الأقل مكانا آمنا لا نتخطف فيه بينما ثم جاءت أشياء أخرى وربما حتى الأوراق إلى آخره وهذا كان مهم صراحة مهم حتى نستطيع الإنسان أن يبقى بمبادئه ومواقفه وقيمه ويدافع عنها لكن دعنا نقولها بصريحة العبارة في الغرب نعم داخل البلدان الغربية هناك إنصاف ونحن شهود عليه إجمالا تقع خطأ لكن إجمالا هناك إنصاف وإجمالا هناك حقوق ووجبات للناس وليس هناك اعتداء وليس هناك زوار الفجر وليس هناك خطف من الشارع أو خطف هناك دولة قانون مع بعض الاستثناءات دائما تقع أحيانا أو اخطأ لكن القوى الاستعمارية غربية أو روسية أو صينية أو سميها ما شئت في الخارج تقوم بأعمال الشيطان بيتعلمها وقامت ببشاعات الأمثلة سواء الجزائر لو عدنا للعهد الاستعماري الفرنسي كمثال كان يراد لشعب تماما أن يتم استئصاله كما فعلوا في أمريكا الشمالية أو في أستراليا أو في نيزلندا أو حتى في البلدان التي لم تستأصال ولكن كان استعمارا في المغرب أو تونس أو ليبيا أو مصر أو العراق أو سوريا وهذه شاركت فيها في البداية كان الاستعمار إسباني برتغالي هولندي ثم جاء فرنسي بريطاني بشكل أساسي ثم التحقت بهم أمريكا وهو أخرى إذن علينا أن نفرق ما بين هؤلاء داخل بلدانهم وخارجها خارجها السياسة الخارجية في كثير من الأحيان مش دائما ولكن بكثير من الأحيان هي سياسة عدوانية ومعتدية وأبسط جريمة أبسط يعني إن قلنا أنه فيه جريمة بشعة وجريمة بصر أبسط جريمة قاموا بها هي في رعاية أنظمة استبدادية طاغية فاشية على رقابنا وما زالت تلقى هذه الأنظمة الرعاية السيسي مرة أخرى عود له لأنه مثال بارز ودموي وهو الذي فعل ما فعل في صيف 2013 والعالم يشاهد ذلك أجمع فرش له وبسط له البساط الأحمر في باريس كما في لندن في واشنطن كما في موسكو في بيرلين كما في روما وما زال باقيا وهو يصرف في أموال ضخمة جدا لشراء استلاح وهي في الحقيقة هذه هي عبارة عن ما كانت تسمى عندنا جزية رشاوي يتفحها رشاوي يتفحها لكي يبقى في حين الشعب المصري مفقر ومعطل وكثير منه يجوع كتب أكثر من باحث في الأسباب الحقيقية وراء كل هذه الصفقات التي تبرمها حكومة مصر الحالية مع الدول الأوروبية منها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا يراجل 11 مليار مع إيطاليا فقط 11 مليار دولار وحتى يظلوا راضين عن وجوده على رأس الحكم في مصر طبعا هذه أيضا رشوة لإيطاليا حتى لا تفتح قصة ريجيني خاصة على قضية ريجيني لأنه كل مرة يجب دوله الملف طبعا 11 مليار دولار لما قرأت هذا الفتر الأخير على قضية التسلح المصري فجأت لدينا أيضا تسلح إجرامي في الجزائر بشكل بشع صحيح يذهب أكثر للروس لكن بدأوا أيضا يشترون من عند إيطاليا ومن عند ألمانيا ومن عند فرنسا ومن عند الولايات المتحدة ومن عند بريطانيا كلهم يدوهم أشياء هكذا لكن بالنسبة للسيسي ذهب أبعد وبشكل فاجر وفاضح وهم يعرفون هذا ليس شوف لدينا نظام في الجزائر نظام عسكري في العمق حتى السفيرة الأمريكية أمس التقت بقائد الأركان قائد الجيش لكي تقول تعال أنا أريد أن أكلم مباشرة رب البلد بدل من أمر على خدامه وهناك انزعاج جزائري طبعا لكن قلت صراحة قلت لهم لا هذه جابتها على المختصر عارف أنه هو الحاكم فذهبت تتحدث معه مباشرة بل تعطيه ربما بعض النصائح حول الأوامر لكن في موضوع السيسي الغرب شاهده وهو انتقل من جنرال إلى رئيس عبوز نفسي على فكرة لا يختلف هو مجرد وجه المؤسسة عسكرية لكنه الشيء المرعب عنده وجه قبيح وجه قبيح جدا بمعنى أنه هو الذي ارتكب القتل عندما كان هو الحاكم بعدما قام الانقلاب ثم قالوا أنه ليس هناك انقلاب والدليل أنه لن يكون هو الرئيس ثم أصبح هو الرئيس في انتخابات كما نعرف كل نتائجها مع ذلك فإن هذا القوى الكبرى بالمناسبة ليس الغرب فقط لأنه استقبل في موسكو وفي بيكين وبنفس الطريقة أو أبشع هذه القوى الكبرى تقبلته لماذا هذا دعم واضح والشعوب ترى هذا أنه دعم واضح للقتل الناهبين الذين يذبحوننا وأنتم تدعمونها لأنه هي الدول الغربية أو دول العالم بمجملها في علاقاتها الدولية لا تلتزم بمنظومة أخلاقية يهمها الوحيد تحقيق المصالح إذا لا تحدثها على الأخلاق وعلى حق الإنسان في العلاقات الدولية لا يوجد أخلاق لا للأسف لا يوجد أخلاق في العلاقات الدولية لا تستخدم أحيانا ورقة حق الإنسان ولكن أيضا للابتزاز لتحقيق مصلحة للابتزاز مزيد من البتزاز على فكرة كثير من منظمات حقوق الإنسان العالمية تعد تقارير دامغة عن انتهاكات في مكان ما ولكنها في بعض الأوقات تحبس التقرير ولا تصدره إلا حتى يصبح الجو مواتيا المناخ السياسي يصبح مواتيا أو يتحول لي للملف في التزاز داخل أو يكون آخر يوم في يوم ما عملت ميشيل باشلي وهم طالعين وهم طالعين في آخر ساعة هي التي وقعت على ذلك خوفا وتحت الضغوطات لذلك مرات هذا حتى الملف الحقوقي في الحقيقة أنا أستثني دائما من المنظمات غير الحقوقية غير الحكومية في الموضوع لأنها تحاول قدر الإمكان ووجودها خير من عدمه لكن حتى هذا حكومات تستخدم هذه التقارير لمزيد من البتزاز أنا يوم من الأيام حكومات القوية من حوالي ثمان سنوات أو أكثر أو أقل التقيت بمسؤولة في وحدة من منظمات حقوق الإنسان الدولية فذكرت لي قالت نحن في كثير من الأحيان عندنا مثل ما تفضل دكتور عزام عندنا تقارير دامغة وقالت تقارير لو أنها مثلا نشرت بحق دولة فيها محاسبة فيها حرية فيها شفافية قالت ممكن يطيرون فيها عدد من الوزراء بهذا المقدار قالت لكن لا ننشرها وقالت أحيانا يكون يعني لأنه نقايض النظام على مثلا فك أسر بعض الناس قالت نحصل بذلك نقولهم هذا التقارير إذا ما فكيته أسر مثلا شخص أو أشخاص أو كذا ننشره في يعني يستجيبون يصلوا لكم والأمر الثاني قالت قالت أنه أحيانا نحن عندنا فرق بحثية موجودة في ذلك البلد ونخشى عليهم من الاعتقال والحبس والموت في اعتبار آخر أيضا أناس وهو أن المنظمة التي تعد تقريرا وتتعب عليه تريد أن يكون له مفعول صحيح فإذا كان الجو السياسي غير مواتي بيخافوا أنهم يهدروه فبينتظروا يعني مثلا متى يمكن أن يصدر تقرير عن الوضع في مصر يجعل الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية يهتم به ففي لحظة سياسية مواتي حصلت مرة يعني الحقيقة قضية في غاية السوء ووقت تأذين منها كثيرا هو أن هذه المنظمة قامت بعمل بحث مضني على مدى ثلاث سنوات بشأن نظام معين وانتهاكات الحقوق الإنسان كان هذا المشروع ممول من قبل دولة أخرى فبعد استفاءة تقرير وجهازيته الدولة طلبت تسليم التقرير يعني أنها تستلم التقرير لأن دافع تكاليفه لأن دافع تكاليفه وقالت خلص إحنا رح نستقل العمل الحقوقي لابد أن يكون مستقلا تماما هذا إن لم يكن مستقلا يمتبح أداة في يد مموله عمل حقوقي والعمل دعوي والعمل الإنساني إجمالا يجب أن يكون بعيدا عن السياسة أو على الأقل عن الخضوع للسياسيين يعني أساسا وللأسف الآن في دول عربية تمول مراكز أبحاث ومنظمات غير حكومية وإعلاميين وكتاب لكي تستخدمهم في حربها مع الأنظمة الأخرى مع الأنظمة الأخرى أو مع المعارضات نعم وتنفق الملايين هناك مثال إماراتي أنا دائما نحب أن نحط الحرف على النقاط مثال إماراتي السعودي بشع جدا في هذا الوضع وجدنا الإمارات مثلا أينما ذهبت مثلا هنا في بريطانيا تجدها يعني في الفوتبول في الرياضات أخرى في الطيران في مراكز بحثية في جامعات وأصبح هذا النفوذ في الحقيقة أنها تستثمر جزء من المال الرهيب طبعا التي تنهبه من ليبيا أو من مالي أو من مصر أو من الجزائر أو من العراق أو من سوريا أو حتى الآن من روسيا فالأوليغارش هاربوا كلهم جزء إلى تركيا لكن جزء كبير إلى الإمارات ففي النهاية هم يقومون وكأنها حسبة 5% يقومون من المال المنهوب يقوموا بتحليلوا بنشروا في أماكن يزدادون فيها نفوذاً ويزدادون فيها وتعرف من ضمن الإبتكارات الجديدة وهذول فعلاً سبحان الله عندهم من يعني يطرح الأفكار الغريبة الغريبة العجيبة عقلية الشر دائماً موجودة الشيء عجيب آخر حاجة إيش عاملين تعرف أنت الآن إحنا أصبحنا في عالم مختلف وليست المسألة فقط أنظمة وجيوش ومش عرفه اليوم ربماً أكثر القوى تأثيراً في الوعي العام هم السوشيال ميديا وهذولاً اللي يسموهم المؤثرين فالإمارات الآن عندها جائزة سنوية للإنفلونسس الأفضل العشرة الأفضل من ناحية المحتوى العشرة الأفضل من ناحية التقديم العشرة الأفضل من ناحية المشعار يعني بحيث أنه توزع جوائز بعشرات الملايين يعني يريدهم نشتروه كل سنة فكل واحد يريد أن يكون له حظ من هذه حتى لو السنة القادمة أو السنة اللي وراها لازم أي شيء يعمل يتقرب لازم يتقرب ولا يعني لا يزعل ما يزعل وأبسط أبسط جائزة إيش هي ما يسمى اليوم طرحوها بقضية التأشيرة الذهبية أنه هذا خلاص يصبح يدخل ويطلع من الإمارات كالمواطن العادي يروح ويجي وهو مصلط عليه الأضواء ويستقبل من المطار وينزل بالفنادق الفارية وكل هالمسائل هذه لماذا؟ لماذا؟ يعني لماذا؟ من هذا الشخص مثلاً الموجود في نايجيريا وعنده أربع مليون متابع لو كانت لديه موهبة حقيقية سيقتلونها هذا هو وهذا المقصود هذا هو وكم قتلوا من موهبات في هذا الإطار بالمناسبة يذهبون أحياناً أكثر من ذلك لأنه أحياناً يقوم بعملية إذلال لبعض الانفليونسر وخرجت معلومات في هذا أنهم يقومون بعملية إذلال خطير جداً مع تصوير أمور معينة حتى أيضاً يكون يفزونهم الترغيب والترهيب أيضاً بمعنى أحذر حتى في هذا أشياء خرجت كثير ونحن نتحدث على هذا وفي عالمنا هذا ترى هذه ما زالت هذه المعاكسات والمشاكسات بين أنظمة متشابهة في الحقيقة ولكنها متصارعة ومتخاصمة وانظر حولك في كل تقريباً مثل أفراد العصابة والله يعني في النهاية تشعر وكان المنطقة انتاعنا كلها يعني تحكم عصابات وهذه العصابات لم تستطع أن تصل إلا إلى شيء واحد يتحدون عليه وهو وزارة الداخلية العرب يتفقون على ما يأتي فيه والتبادل الأمي كما الباقي كل خصومات وصراعات لا تتوقف وتدفع الشعوب ثمن لذلك أيضاً مرة أخرى لأن أموالها تصرف على هذه الخصومات وعلى هذه الصراعات مثلاً جزائر والمغرب خصومات لا تتوقف حول قضية الصحراء على فكرة فكرة الخصومات فورنافيرز كتبت عملت تقريباً عدد ملف على الميدليست تقريباً عدد قبل الأخير فمن الأشياء التي أثرتها هذه القضية قضية التوتر المتزايد بين الدول العربي فالكاتب يعني فعلاً لفت انتباهي لنقطة مهمة هو قال أنه الدول العربية بعد الربيع العربي انقتنعت بأنه فكرة التضامن والاقتراب والوحدة العربية هي عامل من عوامل تقويض هذه الأنظمة مشترك صحيح لما الربيع العربي بسبب التضامن والوحدة والتقارب لما الربيع العربي صار في تونس انتشر بسرعة بسبب فكرة الضمير الجمعي في المنطقة هذه فقال الدول صارت تشتغل على أنه توت يعني على نظرية الانقسام بمعنى آخر السعودي متوتر مع الإمارات ليبيا مع تونس الجزائر مع المغرب هي في الحقيقة عملية يعني إحداث قطيعة يعني بمعنى آخر بناء أسوار بناء أسوار صحيح بناء أسوار لما يحصل تغيير أو أي عملية في مكان في مكان يبقى في ذلك المكان يحتوى لا يمر لدول أخرى قال ولذلك يعني الآن ليس فقط تغذية الصراعات بين الأنظمة وإنما حتى بين الشعوب وفعلا الحقيقة للأسف شديد نحن لما نشوفه على مثلا مواقع التواصل الاجتماعي محاولة تغذية الصراع بين المغاربة والجزائريين بين التونس والمغاربة بين المصريين والسعوديين يعني كأنها مخطط يعني واعي إلى أي مدى يتجاوب عامة الناس مع هذا يعني ألا يمكن أن يكون مفتعلا هذا الذي في السوشال ميديا يعني نحن نحن نرى مثلا لما يصير بين المغرب والجزائر على سبيل المثال أو مؤخرا حتى بين تونس والمغرب والمغرب نعم تبادل الاتهامات والشتائم ربما تكون هذه مصطنعة ربما تكون لباك الجزائر جرت بعض الناس لأنه يشعر أقول لك لا المشكلة التي اليوم هو المغرب المخزني المغرب لكن تقول أوكي قد يكون هذا مشكل لكن ليس هذا المشكل الأخطر والأبشع المشكل الأخطر والأبشع تفقيرك تجويعك عدم إيرادتك موجودة في المنظور لكن تدخل في عملية الإلهاء والعامل القضية الوطنية هذه ينفخون فيها بشكل رهيب جدا للأسف وينضي بعض الناس ليس كثيرا لكن الجزء الطاغي على الأقل لأنه موضوع هذا يريح الأنظمة يعرف أنه لا يوجد مشكل مع النظام إذا خاصم شعب آخر أو بلد آخر هذه القضية الكبرى بالنسبة للإسلاميين أو يفكروا تفكير إسلامي أن عالمية الإسلام ووحدة المسلمين شيء أساسي بفترتهم ليس حتى بتعليمهم وكذا لكن لما تجي تتكلم مع الناس آخرين تتكلم لك عن الوطنية وال الليبي والأردني والمصري يعني تتشتت أنت بذلك هي ليست وطنية هي إقليمية الضبط هي إقليمية وهي تقسيم للبلاد هذه لكن بالنسبة للنظرة العامة كمسلمين أو حتى كعرب يعني فكرة فكرة غريبة بالنسبة للغربيين والله هي أستاذ عشور تعرف أنت حقيقة هذه النقطة هذه وحدة يرادلها يعني أنت تثير قضية في غاية الأهمية وهي مؤلمة لأنه كما تفضلت فكرة الأمة المفروض يكون متأصل لدى يعني الإسلاميين من أندونيسيا إلى المغرب إلى كل مكان ولكن الواقع هو أنه نحن نشوف بأنه كأن الإسلاميون هم من يتصدر النزعة يعني الخلاف الأخير الذي حصل بعد مقابلة الشيخ الرئيسوني يعني هو ومن رد عليه كلاهما تبنى خطاب الحقيقة غريب جدا ولا تظن أنه خطاب ينبثق من إسلامين لا وعلماء خطاب إقليمي عنده ولاء مطلق للحاكم بحيث أنا قلت إذن ليس غريبا أنه لا شفنا رد فعل رسمي على المستوى المغربي ولا الجزائر لأنه خلوهم قالوا طيب أنتم يالله اشتغلوا مع بعض يعني ما دام أنتم راعني واستغربت إحنا حقيقة مثل الذي سقط في الفخ وسقط في هذه قضية أنه أنا مثل ما تفضلت أنا ليبي أنا أردني أنا عراقي أنا كذا لا وبعدين مناطقي مناطقي يعني مش بس عراقي أنا مثلا تكريتي ولا أنا من زي المايكروفون كل ما تكبره كل ما تكتره كل ما هو أنس هذا على فكرة جزء منه بسبب يعني لما تغيب الفكرة الأساسية اللي كانت جامعة في لحظة ما مثلا كان في حديث عن الوحدة العربية حتى من الأنظمة نفسها مكرهة أو راغبة كانت تحدث عن الوحدة العربية فكانت تختفي النزعات القبلية النزعات الأقليمية يعني تلقى يعني أنظمة يعني تسمح بحالة من الإنسياب حتى الحدود رخوة لما يصير يعني نوع من الأزمات تتفجر الأزمات المواطن نفسه ينغلق ويرجع إلى ما يسمى بجدار الهوية صلب القبيلة الأسرة العشيرة ينكفئ ينكفئ إلى الوراء سماها مالك بالنبي حينما تغيب الفكرة يبزغ الصنم